بارقة فراجة في العملية السياسية يترقبها الشارع العراقي غداة إعلان الإطار التنسقي الإجماعة على ترشيح محمد الشياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء الجديد محمد الشياع السوداني أول مرشح لمنصب رئيس الوزراء من الداخل العراقي بعد عام 2003 ولد في نيسان عام 1970 وحاز على درجة الباكالوريوس في العلوم الزراعية وهو أمين عام تيار الفراتين تولى السوداني مناصب عدة في الحكومات العراقية المتعاقبة منها وزير حقوق الإنسان 2010 رئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة وكالة في 2011 وكان وزيرا لعدة وزارات منها وزارة الزراعة والهجرة والمهجرين والمالية وكالة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة وكالة من الأعوام 2013 وحتى 2016 كما يتمتع السوداني بصيرة حافلة خالية من الشبهات وبهذا يترقب العراق السياسي والشعبي إنهاء الانسداد الذي أثر على تأخل تشكيل الحكومة بفعل تفاقم الخلافات على اختيار المرشح وتقرأ الأسباب على أنها بفعل انقسام أحزاب فائزة بين محورين يرفض كلاهما الآخر بين اتهامات لعودة المحاصصة أو البحث عن حكومة وطنية بالإضافة لانسحابات عدة عمقت مأزق الإطار التنسقي في تشكيل الحكومة ترشيح السوداني الذي علق عليه الاتحاد الوطني الكردستاني بالتصويت على مرشح الإطار التنسقي ترشيح يسبقه تمهيد للمرحلة الأولى وهي اختيار الرئيس الجمهورية والذي ينتظر البت فيها على الطاولة الكرد بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني ومن ثم ترشيح رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان لاختيار كابينته والتصويت عليها ويعول السياسيون على شخصية السوداني التي يصفونها بالسجل النظيف الوطني في صفحة السياسيين العراقيين الذي يريد الشارع من مثلها في تحريك عجلة الانتاج السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد